الزراعية مباشر مع سامح عبدالهادي في قرار بمنع دبح البتلو لكن تطبيقه منع القرار أو منع الدبح هو داخل المجازر طب التحايل على هذه الجزئية ووجود أماكن ببيع لحوم البتلو وإقبال عليها من بعض المستهلكين ده كان موجود وقائم في أماكن كثيرة جدا ومعروفة للجميع يعني أنا مش عايزة أحددها في بعض المحافظات كيف بتشتهر ببيع اللحوم البتلو لما تم إحياء مشروع قرار البتلو مرة أخرى من سنتين تقريبا هذه الأماكن أغلاقت من تلقاء نفسها بدون أي قرار أو قانون أو تنفيذ إجراءات قضائية تجاه هذه الأماكن لأن ساعة إطلاق قرار البتلو ابتدى يكون فيه إقبال على الحيوانات الصغيرة وإن المربي يشتريها ويقوم بتربيتها ودي كانت نواة لزيادة أعداد الصرع الحيوانية وده اللي حصل فعلاً في خلال سنتين مرة تانية ابتدت تظهر هذه المشكلة وابتدت أتكلم مع المسؤولين وأتكلم مع المربيين ونشوف إيه أسبابها وطبعاً المربيين كانوا بيقولوا إحنا فيه حالة من الركود الأسعار منخافضة وحتى بنروح السوق بالحيوانات وبنرجع بيها مرة تانية ومحتاجين حد يقف جنبنا محتاجين حد يسندنا وابتدت أتكلم مع المسؤولين وكان فيه قرارات من شأنها إن هي يكون لها نوع من المردود على قطاع الصرع الحيوانية وإن يكون فيه استقرار إن إحنا نمنع استراد الحيوانات الحية ونمنع استراد اللحوم المجمدة علشان ندي فرصة للمربي إن هو يقدر يشتغل ودي تم اتخاذه لكن إحنا في فترة دلوقتي المربي هو بيقولك أنا عندي حيوانات بما فيه الكفاية فبيتخلص من الحيوانات الصغيرة بالزبح أنا معايا خبر مهم هو تطبيق حظر زبح البتلو وده بيساهم في زيادة إنتاج للحوم الحمراء عشان نوصل لإكتفاء الزاتي وإن هيقلل من فطورة الاستراد من الخارج وده هيشمل القرارة عدم جواز زبح عجول البتلو أو عجول البقر الزكور قبل بلوخها سنتين وده لا يسري على العجول المستورادة بغرض الزبيه وعدم جواز زبح عجول الجاموس الزكور قبل بلوخها السنتين ويحذر زبح الإناس العشار ده ده الخبر اللي معايا وده الهائة العامة لخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر قامت بشن حملات مكسفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق لمنع زبح عجول البقر والجاموس الزكور وعجول وإناس البتلو قبل بلوخها السنتين وفيه لجان رقبية مكسفة بمحال الجزارة والشوادر لتفعيل قرار منع زبح الإناس والعجول التي لم تبلغ السند القانوني أنا موافق على هذا الإجراء وهو مهم جدا لكن النهاردة المربي لازم يكون عنده حافز ودافع إن هو يحافز على هذه الصروة أنا ضد دبح أعجول البتلو ولكن في نفس الوقت من المعني بتربية الحيوانات الصغيرة 85% من الصروة الحيوانية في إيد المربي الصغير في إيد الفلاح الراجل ده لما بيشتغل وبيصرف وبيتعب من حقه في النهاية إنه حقه مش ربح من حقه إنه هو يكسب طيب الراجل ده في نهاية الدورة بيقولك أنا عندي ركود عندي حيوانات مش عارف أبيحها وإحنا بنقوله ما تتبحش أنا نفسي بقوله ما تتبحش الإناس أو ما تتبحش العجول البتلو طيب سعدوني اتكلمت كتير جدا عن دور التعاونيات وجمعيات تنمية الصرى الحيوانية وفيين دوركم فيين دوركم في تسويق اللحوم فيين دوركم في إنشاء روابط قوية تقدر تواجه هذه الأزمات دي أزمة عابرة فترة بسيطة والسوء يستقر عودة الأسعار تتعافى ونقدر نشتغل لكن المربي مش هيقدر يتحمل الراجل ده عايز يكسب ما هواش حمل اخسارة في ناس واخدق رود برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الزراعي مباشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر